هقت من الحرب والهواية والده بيقول ودي بيقول أنا ما بصاحبش حد مش مصاحب حد غير مثلا اللي هو بيقول لك أنا أعرف واحدة وعايزة تجوزها وبعد بها هل ده يسمح لك اللي انت تقتحم خصوصياته وتنشري محاسب بينك وبينه وبعد وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولا انت يا أستاذ الإلهام في قلب غصة من ناحية مصطفى رحمة الله عليك فرفض حتى في وفاته اللي انت تقولها الله يرحمه كلنا جنازات مؤجلة اللي بيجي عليه الدور بيقبل وجه كريم فيريك نعمل حساب للحزة دي طب أنا بقول لحضراتكم الكلام ده لي يا جماعة مكملين مع حضراتكم في تغطية خبر وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته عن عمر يونيز 43 سنة لكن النهاردة مش طالعا اللي حضراتكم مرسم الجنازة أو مرسم العزاء أكتر ما أنا طالع أعلق على ظواهر أقل ما توصف أنها سقطة أخلاقية انفعال الفنان ياسمين عبدالعزيز بسبب وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش وتسريب بعض محادثات الواتساب بين الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه وأحد الفنانات مش بس كنا هاعرض على حضراتكم النهاردة تسجيل صوتي للفنان الراحل مصطفى درويش بيرد على كل الشائعات اللي منتشرة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاته وكأنه تنبأ بوفاته السؤال الأهم من كل ده ليه واحدة زي الفنانة إلهام شاهين ما حضرتش العزاء ولا الجنازة أسئلة كتير بتشغل الرأي العام بخصوص الموضوع ده كان لازم نطلع ونرد عليها مع حضراتكم في حلقة النهاردة علشان ما طولش على حضراتكم يلا بينا نصلى على النبع عليها أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام تقريبا من وقت إعلان وفاة الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه وكل نجوم الوسط الفني نزلوا باستاذ تعزية وبدأوا يعزوا وفي بعض الناس ومحدش يزعلمني من الكلام اللي أنا أقوله ده في بعض الناس ومصطفى درويش رحمة الله عليه على قيد الحياة ما كانوش قريبين منه وما كانوش يعرفوه وبدأوا يحسسوا الناس اللي الراجل ده كان أقرب الناس ليهم في حين اللي الراجل ده لما كان عايش ما كانش الكلام ده بيأحصل وتشوفوهم في العزاء وفي الجنازة ومنارين وأنا مش هقول أسماء هنا لكن أنا هعرض على حضراتكم دلوقتي مقطع فيديو بيأكد ان الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه ما كانش ليه أي أصدقاء من الوسط الفني غير الفنان مصطفى شعبان أنا هنا جماعة تحديدا مش بعمم أنا عارف اللي فيه بعض الفنانين فنانين محترمين وكانوا رايحين يعملوا الواجب لكن على النقيد كان فيه بعض الفنانين بيستغلوا فاجاة الموت للتجارة بيها وعشان الترند وعشان الشوق واللي أكد كلامي ان عدد المتواجدين في العزاء غير عدد المتواجدين في الجنازة يعني بمعنى أصح سابوا الأمور تمشي لما لقوا كل الشعب متعاطف مع مصطفى رحمة الله عليه بدأت وجوه جديدة تظهر وتنزل العزاء زهقت من الحرب والهواية وإن دا بيقول ودي بتقول ودا بيعيد ودا بيتكلم ودا بيقول عليك وحاجات كده أنت بتعرف الخبر قبل ما حد أنا مصاحبش حد مش مصاحب حد غير مثلا مصطفى شعبين دا صاحبي كله صحابي وكلهم حبابي بس أنا القريب قوي لأ هو كان هو مصطفى يعني بس إنما كلهم أصلا صحابي زي ما حد ركو شفته كده دا كلام الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه وكان بيقول إن مفيش أي أصدقاء لي من داخل الوسط يعرفهم كلهم لكن معرفة سطحية وهن عايز أقف عند نقطة مهمة جدا إن في بعض الإعلاميين والفنانين بدأوا ينشروا محادسات بينهم وبين مصطفى رحمة الله عليه على مواقع التواصل الاجتماعي زي المحادسة اللي بتظهر قدام حد ركو على الشاشة دلوقتي بتأكد إن مصطفى درويش رحمة الله عليه لجأ لأحد الإعلاميات وبدأ يقول لها أنا بحب طب معلش أنا عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا لما حضرتك تنشر حاجة زي كده إيه الغرض من نشر حاجة زي كده ما الراجل مات وانتقل على رحمة الله أورك جدا يكون كان بيكلمك لكن لو حتى افترضنا اللي هو بيقول لك أنا أعرف واحدة وعايز أتجوزها وبحبها هل دا يسمحلك اللي انت تقتحم خصوصياته وطنشوري محادثات بينك وبينه وبعد وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي الإجابة بكل بساطة لا لكن زي ما قلت لحضراتك وجماعة دا مجرد استغلال الترنت متهيالي محادثة زي دي لما تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي لا هتقدم ولا هتأخر على النقيد بقى جماعة زي ما شفنا سلبيات لقينا واحدة زي الفنانة ياسمين عبدالعزيز فنانة محترمة طلع بتهاجم الصحفيين اللي كانوا بيتحكوا في مراسم جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش وكتبت على الحساب الرسمي على موقع فيسبوك كده عيب بجد وده يخلينا نقف هنا ونحط مليون خط ليه جنازات الفنانين بيحصل فيها المشاكل اللي من النوع ده وعايزين نرجع كده بالذاكرة جماعة لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز تحديدا قلت لحضراتكم في حلقة قبل كده الفنانة دلال عبدالعزيز كانوا شايلين ونازلين يدفنوها في القبر طلع احد الصحفيين فوق القبر وكان بيصور عشان يكتب ايه لحظة مزول دلال عبدالعزيز للقبر وهنا تحديدا يا جماعة انا بتكلم على المهنية وميثاق الشرف الاعلامي بمعنى صح جماعة ان مش من حقها اي حد ما مكانوا ومين يقتحم خصوصية الناس دي وهنا هنقل مع حضراتكم جماعة عندهم نقطة في غاية الاهمية وليه واحدة زي الفنانة الهم شايلين ما حضرتش العزة ولا الجنازة في نفس الوقت كانت طلعت في احد البرامج التلفزيونية وكانت بتهاجم مصطفى رحمة الله عليه بسبب ووفه جنب احمد فلوكس اثناء المشكلة اللي كانت بن احمد والهم شايلين مش بس كده جماعة الهم شايلين حتى ما نزلتش بوستة عزية على مواقع التواصل الاجتماعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ما كدبيتش بوستة عزية هنفترض للفنانة الهم شايلين ما تعرفش الفنانة الراحل مصطفى درويش مش من باب الزوق كزميل اللي هي نزل بوستة عزية على الال ولا انت يا استاذ الهام في قلب غصة من ناحية مصطفى رحمة الله عليه فرفض حتى في وفاته اللي انت تقول يا الله يرحمه قبل ما انا حلقة النهاردة يا جماعة عايز اوجه يا رسالة لكل الناس اللي بتتفرج عليها قلت الحضراتكو هكررها تاني كلنا جنازات ومؤجلة اللي بيجي عليه الدور بيقبل وجه كارين فياريت نعمل حساب لللحظة دي طب انا بقول لحضراتكو الكلام ده يا جماعة بقول لحضراتكو لان في بعض الفنانين ضعاف النفوس وانا هنا ما بعممش يا جماعة بيستغلوا الاحداث اللي من النوع ده لركوب الترنت ما بيفرقش معاهم اي حاجة غير الشو والمشاهدات وكاميرات الصحفيين ممكن يضروا مجتمع بكونت انت بيقدموه مايفرقش معاهم ازا كانت كنت انت ده حلال ولا حرام والنقطة دي تحديدة يا جماعة لازم اقف عندها لان ببساطك يا جماعة الفن هو رسالة مهمة جدا هدفها في المقام الاول اللي احنا نفيد المجتمع مش نضره نطلع جيل محترم لان دول قادة المستقبل مش نضرهم بمشاهد خارجة وعوري واللوث افكرهم وهنا اجيد حضراتكم عارفين انا باتكلم عن مين تحديدا انا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا ولا اخشى في الله لو ما تلائم اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطلة باطلا وارزقني اشتنابه وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهاردة وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الديئة دي وبطلب من حضراتكم تشاركهوني برايكو في الكومنتات تفتكروا حضراتكم ليه كتير من نجوم الفن بدأوا ينشروا محادثات بين مصطفى رحمة الله عليه وبينهم ياريت حضراتكم تشاركوني برايكو في الكومنتات وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم ولحد دي انا خلصت حلقاتنا ياريت لو محتعبت انا عجبكو متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند يا الله سلام والسلام مش ختام اشتركوا في القناة